السلام عليكم كديرين لابس عليكم نتمنى تكونوا بخير و على خير اليوم ان شاء الله نشارك معكم احد الوصفة للشعر اريد ان اضعوا الشعر المنسبة لها الشعر اريد ان اضعوا الشعر اضعوا هنا اضعوا الثمر انا لا اكل حمش اضعوا في الفران اضعوا طيب و تسالي و اضعوا الفران اضعوا طعفي و ستتحمروا بعد الحرارة و من بعد اضعوا تحنوا لان اضعوا ليكم مكينة وهنا شوية الزعتر بناترا جيدا الشعر و عندي هنا حبرشات حبرشات تيارة مزويونة و عندي هنا هاتي البودر البودر تيال املة ماشي زيت من البودر تقدروا تلقاوها في المجازة بيو حسن لك انت بيو تكون حسن في البيو او لا في امازون او لا المهم تقدروا تلقاوها موجودة و عندي هنا زرعة دي زرحت الكتان انا زرحت الكتان دي ما تنضيرها في الوصفة اي زغيم و زباونا زرحت الكتان و هادو القشور دي الرمان انا القشور دي الرمان و هادو القشور دي رمان و هنا اخذت الماء قشور دي الرمان و قدرت ذرحت ألوات و قشور دي رمان و طويلة زرحت الكتان و قوية زيزعطر و نضيفها تلقى تمر بعد ذلك ثم نضيفه ثم نضيفه نضيفه لديه جميل ايضا نضيفه ثم نضيفه لنضيفه لنضيفه نضيفه 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 نقبط القشور اجعله تبقى اجعله بالضيفه نضيفه نضيفه ماسك هادا يجعله سوف نطحن كل شيء سوف نخلطه سوف نطحن كل شيء سوف نصفه بشكل صحيح سوف نصفه بشكل صحيح سوف نصفه سوف نصفه جدد نصفه من المفرصة من المفرصة سوف نصفه لكي نصفه سوف نصفه أمر جيد بغسل جيد بغسل شعر يجب ان تغسل شعارك دائما تصفي دائما تصفي يجب ان يكون سهل في الغسيل المياه سيكون جيد سيكون سخونة سيكون جيد يكون جميل في المريض و يكون السؤال من المريض يجب ان تغسل لذلك يمكن ان تتكون رائعا سيكون جاد سيجب ان يجب أن ندخل لست جاد او يجب ان تكون لديك يمكن ان تغسل وضع احتجم على الأسق او لك تدير الحنة او لعنا مهما ما ندير الحنة من نسبة لك اللي كي يصبغ الشعر ما من الاحسن ما يدير الحنة اللي كي يصبغ شعره المهم ان ما غدش ندير الحنة اما لك تدير الحنة تقدروا تديره شوية او لدير هذا كاوراق السدر توزوي ون كما نغذي نغسل اليدية ونهذا وندير شوية ديالا ولا هاد هي البودر ديالا بحل هكذا نزيد نحللها شوية حلولها شبزة في المهم ناخد واحد المعلقة ونديروا معلقة كبيرة ولا موين لحسب مش هل تدير الماسك انتم ما ديرين حسب الناس اللي عندكم اللي وينديروا الماسك ومنا هندير غير انا وغير انا وابنتي اللي هنديرو وغد ندير هنا يهتز زيديا الاملة وغد ندير منه ضمد زيديا الاملة زبيون وخام جهده ريحتو هو لكن زبين وغندير تاوى واحد معلقة معلقة صغيرة هكا ومنا معلقة بحل هكا حيث إلا كدهنوا بيش شعر هكا مجهده ريحتو يعني تقدروا تدهنوا بيها واحد ساعة ولا ساعتين تغسلو واللي حدي هلو مجهده يعني متقدروا ش تنعسو بيها ومان هاد اللي خديت ريحتو تبرك الله مجهده سوف تخلطوهم من الأحسن تخلطوهم بشي طراب ولا بالماكينة حينت متى تخلط واش تخلط دغية دعوها وخاء مرة في سيمانة ولا مرة في خمستاشر يوم دعوها مهمنا ما كان ديرش نفس الماسك كل سيمانة كان ننوع كل سيمانات ندير ماسك بشكل بحل دبات اليوم قد نساد الماسك سيمانة الجيهة ندير ماسك آخر ونعود ثاني واحد خمستاشر يوم ولا نعود ندير هاد الماسك يعني سنبدل ما زرعت الكتن ما سنفرطش فيها دي ما هي كتكون حاضرة دبا غادي نطحنهم عاود بحال هاكا باش ديك البودر تخلط مزيان مع الوجيه لفعب باش ديك البودر تخلط هاكده صابعا ديك دغا غا تسهل عليكم وبدلا نخلطها مزيان وصافي و تكون هذا الماسك موجود المهم غادي نديره في الشعار تخليه ساعتين ديال الوقت ثالث التسواع المهم الوقت لي عندكم ومن بعد تغسلوه وصافي وهو الماسك موجود يعني ما تياخدش بزا في الوقت المهم تخليه بحاله نهار اللي تكونوا قلسين في الضار هذا تديروه تخليه تخليه واحد التسواع ماشي مشكل ما تخافوا من نواله ثالث التسواع والآن ها قدتك من التسواع الضار سوف ندير الماسك لشعري مهم كما يبليكم هنا ثالث التحت شوية ناشف المهم تديروا الماسك و تجروا مجرع تديروا شي ترطيبة و تجروا و تجروا هذا في التحت و تضيفه مزيان الماسك تضيفه في التحت حيث يكون شوية ناشف وصفه وتلوي وهو تديرو لي واحد البلاستيكا حينسي لادرتو دا غاكتمو الزيف غادي اشرب ليكم قاع لماسك يعني دارو لي البلاستيكا عاد ديرو الزيف وخليه واحد ساعتين خليه واحد ساعتين ولا زبا مني غسلت شاري وما مني غسلتو خليتو ساعتين خليتو ساعتين في الماسك قعد غسلتو ونشفتو الميمنة ما تنصيبوش حيث ما تعجبني الشعر هابط يعجبني سوى بوكلي سوى نصيبو بوكلي ولا نخليها كطابعي الميمنة نغسلو مزيان ونشفو مع عدنا البرد ونجمعو وشوية تيولي بحلها كده بوكلي بحلها كشوية صافي وما زن بغيش نصيبو بالسيشوار ودك شي والا ودو الفيديو دي اليوم كانتمنى يكون عجبكم ونقول لكم السلام عليكم والفيديو الجاي ان شاء الله باي باي اشتركوا في القناة